واتأثرت كتير بالفيديو اللي قدمتوه بأول حلقة يعني هؤلاء الضحايا ايه زنبهم؟ يعني شباب وقبلات صغيرين وناس كبار و 218 شهيد واكتر من 6,000 مصاب مدينة ده ماريت مدينة يعني أنا لما جيت أنا أول مرة أشوف بيروت كده من أول لحظة وصلت وأنا مظلمة مدمرة شوارع حزينة الشوارع حزينة للي بيحصل في البلد بيروت اللي كانت بالنسبة لي هي رمز السعادة رمز البهجة يعني لما أحب أكون سعيدة قدي وقت جميل كنت أجي بيروت بس أدخل مطار بيروت أبتدي وشي أبتسم يضحك مش أكون بالحالة اللي أنا فيها دلوقتي أنا طبعا حزينة جدا جدا على كل اللي بيحصل يعني من سنتين وبيروت للأحوال للأسر الحقيقة يعني في حالة فعلا من السوق وطبعا مع الأوبئة والكورونا والإنفجارات ومنذ المظاهرات يعني أعتقد خلاص هتكمله سنتين من أول بداية الثورة اللبنانية أتمنى لكم يا رب كل التوفيق الهام أنا بدي أسألك سؤال مثل ما قالت حضرتك وأنا عشنا سوا هذه المرحلة بمصر يعني سأبت أنا كنت عم بعمل برامج بمصر بآخر زمن الرئيس الراحل الله يرحمه الرئيس حسني مبارك ومن ثم الثورة ومن ثم المجلس العسكري ومن ثم الأخوان ومن ثم وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي للأحوال عملت برامج مهمة جدا جدا الحمد لله كشفت لنا هؤلاء العقول المظلمة يعني كل تلك الفترات بمصر عنايتوا من وضع الاقتصادي وصلتوا لمطرح ما بقى تقدروا تسحبوا فلوسكم من المصاري حددوا لكم الدولار ما بقى فيكن تاخدوا دولار وصلتوا لمكان كنا ننزل مع أهالي البنايات ننطر قدام البناية بسلاح كل بيت ببيته كل بيت بيحمي خوفا من البلطجية اللي يجوا يسرقوا يجي كذا مزبوط الغلاء التلاعب بالأسعار التلاعب بالعملاء طبعا الدولار من 7 جنيه 24 جنيه مزبوط يعني صرنا يعني عشنا نفس المرحلة نفس الأحداث ولكن هذا النفق اللي دخلت في مصر ودخل في لبنان مصر خرجت اليوم بأقوى دولة اقتصاديا عم تتصير على المستوى العربي كل حدا بيقلك مصر اليوم عام لي بومنج اقتصادي وبومنج اجتماعي وحتى اليوم عم تلعب الدور الرئيسي على الساحة السياسية بالوطن العربي وباللبنان نحن مقدرنا نطلع من هالنفق نحن كرمالنا عم نغرأ حتى رئيسنا قال نحن رايحين على جهنم يعني آخر النفق نطرنا جهنم